أهلا بكل من انضم إلينا في هذه الأثناء وفي هذا الصباح قلوبنا مع شعب باكستان بظل كل ما يمر به هذا الشعب جراء الفيضانات التي حدثت في البلاد ونتج عنها إعلان حالة الطوارئ هناك طبعا باكستان طالما دعمت فلسطين سياسيا وفي كل الجوانب هذه الدولة التي تعرضت لأسوأ موجة فيضانات على مدار 30 سنة نتحدث عن تضرر أكثر من 33 مليون مواطن وتدمير أكثر من 600 ألف منزل بالإضافة إلى وجود أكثر من ألف قتيل ونتحدث اليوم فرح عن حملة بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس وبإشراف من وزارة الأوقاف بتنفيذ هذه الحملة لإغاثة منكو بالفيضانات في باكستان تفاصيل أكثر عن هذه الحملة برفقة ضيفنا هنا في الستوديو وزير الأوقاف وشؤون الدينية مع علي الشيخ حتم البكري أهلا بك معنا أهلا وسهلا بكم أسعد الله صباحكم وصباحكم للمشاهدين الكرام أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ نتحدث عن حملة لدولة صديقة لدولة لطالما وقفت مع فلسطين في كافة الجوانب لتحدثنا بتفاصيل أكثر حول هذه الحملة يوم أمس ينطلقت ويوم أمس أيضا كان لكم اجتماع مع عدد من خطباء المحافظات في جنين وطباس لو تطلعنا على هذه التفاصيل أيضا الحملة انطلقت بناء على توجهة سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن حبه الله الله كان هناك وجهة نظر لديه أن الشعب الباكستاني والدولة الباكستانية على مدى التاريخ المعاصر كانت على الدوام هي دائمة ومؤيدة للقرار السياسي السيادة الفلسطيني وكانت لها مواقف رائدة ورائعة خصوصا بين الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها القيادة الفلسطينية جراء صفقة القرن وكل ما هو حول ذلك كانت القيادة الباكستانية تقف معنا دائما بشكل كبير كذلك الحكومة الباكستانية عبر سنوات طوال لأكثر من خمسين عاما وهي تقدم البعثات الدراسية لطلبتنا عدد الذين درسوا في الباكستان ممن حصلوا على باتات دراسية دون المقابل يصل العدد إلى تقريبا الخمسين ألف مبتعث إلى الدولة الباكستانية هذا الرقم الكبير يحمل في طياته موعدا يدل على أن للشعب الفلسطيني مقام ومكان في قلوب الباكستانيين وكذلك للقيادة الفلسطينية مقام أيضا عالا في الدولة الباكستانية الأمر الذي يحتم كان علينا أن يكون لنا موقف أو أن يكون لنا موقف وبالفل الرئيس التلقى في هذا الأمر وأصدر توجيهاته الواضحة التي من خلالها يجب أن يكون لنا كدعم وإسناد للشعب الباكستاني من خلال الشعب الفلسطيني نحن ندرك أن الحالة الباكستانية والفيضانات التي ألمت بالشعب الباكستاني هي حالة كبيرة وضخمة شدا ملايين شردوا ألاف قتلوا وأبنية هدمت إلى ستمائة ألف بيت هدمت وكثير من المواقع والسدود والطرقات كلها تحطمت في الدولة الباكستانية وكما يقال أن سبع الأراضي الباكستانية قد غمرتها ألمية الأمر الذي يدل على أن هذه الكارثة كبيرة وسيعرف حجم هذه الكارثة بعد توقف الأمطار الأمطار تقريبا منذ شهرنا وهي تتساقط على المراطق في تلك البلاد لذا كان من الواجب بالفعل أن تقف فلسطين كما وقفت باكستان مع فلسطين وبالفعل نحن بدأنا منذ أن تلقينا التعليمات الواضحة من فخمة السيد الرئيس وكذلك من دولة رئيس الوزراء الذي اتصل بي وفور إعلان السيد الرئيس وتناقشت وإياه في آلية العمل لهذه الحملة ووضعنا خطة فورا على الفور هذه الخطة بدأنا بتطبيقها تتمثل هذه الخطوة بالبعد الإعلامي وكذلك بالبعد الأدائي لهذه الحملة البعد الإعلامي بدأنا من الأمس أصدرت تعليمات للمدراء العامين في وزارة الأوقاف وللمدراء في مدريات الأوقاف واللجان التابعة للمساجد أنت اجتمع بي واجتمعت بها فورا كذلك أعلنت فورا بالاتصال من خلال إتاعة فلسطين أعلنت عن بداية الحملة ثم بعد ذلك وضعنا الآلية لجمع هذه التبرعات ومنحنا من خلال البنوك حسابات سيتم أيضا وإيداع هذه الأموال المتبرع بها في هذه الحسابات وستكون مراقبة هذه الحسابات تحت الرقابة لوزارة الأوقاف بالإضافة إلى مكتب السيد الرئيس ومكتب دولة رئيس المزراء فضيلة الشيخ يجب تنويه بأن هذه الحملة لا تقتصر فقط على التبرع المادي وإنما كان هناك تعجيهات أيضا من السيد الرئيس بإرسال فرق تبية لإغاثة المنكوبين هناك أيضا وستتوجه فورا للمساعدة في حالة الطوارئ وجدير بالذكر أنها لازلت المرة الأولى التي نقوم فيها بمثل هكذا خطوة مع دول العالم دائما السيد الرئيس يكون من أوائل المبادرين بمساعدة الدول المنكوبة فعليا فنحن نتحدث عن الجانب الإنساني وليس فقط السياسي فعليا بلا شخص في هذه الحملة والحملات الممثلة المشابهة هناك بعد إنساني البعد الإنساني هو الذي يطغى على هذه الفكرة في هذه الحملة وفي الحملات السابقة التي قمنا بعمليها بناء العتب جدا سيد الرئيس الحملة هذه حملت بعدا آخر لأن حجم الكارثة التي وقعت على الدولة الباكستانية كبير جدا الأمر الذي يطلب بالفعل الوقوف إلى جانب الدولة الباكستانية والشعب الباكستاني هذا الشعب الذي وقف معنا على الدوام كذلك من الحكمة أن نكون دوما مع الشعوب العربية والإسلامية لأن الشعب الفلسطيني وقفت معهم كل الشعوب العربية والإسلامية ونحن على أقل تعليم هو بالمماثلة بالمواقف الطيبة والمواقف الرائدة نكون مع هذه الشعوب في محنتها التي أصبتها كذلك نحن ندرك أن الشعب الفلسطيني رغم الحصار رغم الحالة الاحتلالية الصعبة التي تمارس عليه من قبل هذه الدولة إلا أنه رغم ذلك إلا أن الحياة فيه موجودة وهذا الانبعاث لشعبنا الفلسطيني تجاه الآخرين موجود كذلك نحن هذه الحملة التي ستطلق هي أيضا انطلقت تحت شعار وفاء لباكستان القدس معكم كذلك هم كانوا مع القدس واليوم القدس ترد الجميلة لهذه الفئات التي وقفت معنا في هذا الأمر نحن نقول لشعبنا الفلسطيني ونحن نقول لشعبنا الفلسطيني ولكل الذين يستمعون في هذه الأثناء نحن بالفعل نتمنى أن يكون هناك تبرع لهذه الحملة ودعم وأسناد لهذه الحملة هذه الحملة إن شاء الله ستصل قريبا كل مخرجاتها المادية والمالية إلى الدولة الباكستانية من خلال التواصل عبر السفارة الفلسطينية في باكستان وعبر وزارة الأوقاف بمتابعة حثيثة من قبل مكتب السيد الرئيس وبإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء وكذلك الحملة كلها تهتر أولا بأول من قبل مستشار السيد الرئيس الذي يتابع حملة معي أولا بأول في كل التفاصيلها وكذلك نحن بالأمس التقينا من باب الإعلام التقينا بأئمة المساجد وخطباء المساجد في محافظة جنين ومحافظة طباس واليوم سألتقي إن شاء الله بعد ساعة من الوقت سألتقي بالأئمة والخطباء في محافظة رامالله وريحة والقدس ومساء سيكون لقاء مع الإخوة في محافظة نابلس وسلفيت وطول كرم وغدا إن شاء الله سيكون لنا لقاء مع الإخوة في محافظة الخليل حتى يوضع الجميع في آلية العمل وآلية الخطب الذي سيوجه للمصالين يوم الجمعة القادم طيب فضيلة الشيخ بخصوص يوم الجمعة القادم يتم التحضير حاليا بالتأكيد لهذا اليوم وبالعادة يعني يكون هناك تبرعات أكثر وهذه دعوة لكل أستاذ المشاهدين أيضا وأيضا ممكن توضيح للأستاذ المشاهدين آلية التبرع هناك رقم حساب بنكي وضع تموه أما هناك ممكن يكون في مراكز التوجه إليها هذا مهم جدا أن يدير للأستاذ المشاهدين معنا أي شخص بإمكانه التبرع التبرع على ثلاثة محاور المحاور الأول هو الوضع في البنوك من خلال حساب الحملة الذي سيعلن عنه اليوم بالإضافة إلى نقطة أخرى وهي التبرع من خلال إيداع الأموال لدى مدريات الأوقاف في الضفة الغربية ولجان الزكاية تحت هذا المسمى أما الأمر الآخر وهو التبرع للجان التي ستنطلق على أبواب المساجد الجمعة القادم هذه الحملة من خلال هذه الأبعاد الثلاثة إن شاء الله سنتعاطى مع الموضوع نحن نعلق أملاً كبار على شعبنا الفلسطيني الفلسطيني يوم الجمعة القادم أن يكون له وقفة رائعة ورائدة تليق بحجم فلسطين وبحجم القدس التي تلقت الدعم من باكستان اليوم أن ترد هذا الجميل للشعب الباكستاني وللحكومة الباكستانية مرة أخرى قلوبنا مع الشعب الباكستاني شعباً وقيادة بكل تأكيد وننوه بأن هذه الحملة مستمرة حتى العاشر من أيلول بإمكان الجميع التبرع ومتابعة كل المعلومات الخاصة بها من خلال صفحات وزارة الأوقاف أو مديريتها شكراً جزيلاً معالي الشيخ حاتم البكري شكراً لكم